يعني على طبعا وقع الأنباء التي أفادت بوصول وفد أمريكي إلى بلدة حوارة لهذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قلل من تواجده العسكري في المنطقة لا تواجد للمستوطنين تم إعادة فتح الحواجز في استباق للأجواء وتهيئة زيارة الوفد المبعوث الأممي الآن عفوا يصل الممثل هذه صور مباشرة لوصول الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية الذي يصل إلى بلدة حوارة بعد لقائه بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إحسان الشيخ هذا اللقاء جاء هذا اليوم طبعا في تدارس مستمر تقول القيادة الفلسطينية لخفض وطيرة التصعيد ولمحاولة طبعا وقف هذه الانتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية سيما وأن اللقاء جاء لهذا اليوم في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ في رام الله مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمر والوفد المرافق له وشارك بحضور طبعا هذا اللقاء مستشار الرئيس الدبلوماسي مشدي الخالدي في أعقاب الاجتماع في رام الله وصل في هذه اللحظات الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطيني إلى بلدة حوارة لربما قبيل الزيارة ينضم إلي أمين سر حركة فتح كمال عودي في هذه اللحظات ماذا تعولون على زيارة المبعوث الأمريكي هنا اليوم في حوارة ما هو المطلوب؟ المطلوب بداية حماية زي هالعالم عندنا حاليا حوارة بتتعرض لحرك كامل حاليا بطلبوا من رئيس مجلس المستوطنات حرك حوارة بالكامل يعني اللي صار عندنا في حوارة ما صار نهائيا من بداية احتلال فلسطين اللي هي تم حرك أكثر من ثمانين منزل ومنشآة تسكير حوارة حوالي خمسمائة مصلحة مسكرة عندنا في حوارة خسائر بالجملة وضع الناس الموجودة تفوت على البيوت على النساء على الأطفال الجميع في حالة رعب طبعا لأنه اللي صار ما صار نهائيا في أي منطقة فلذلك احنا بنطالب أنه ينظروا إنا امرأة في أوكرانيا حامل الإعلام ظل عليها تشغال تقريبا عشرين يوم عندنا بالعشرات حوامل وأطفال وضرب وتكسير وضمار ولا إيش صار نهائيا في هذه اللحظات نقدر الانتغال لوصول الوقت المرافق أيضا يتزامن مع وصول الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هذه عمر وجود لجنة وزارية شكلتها الحكومة الفلسطينية هذه اللجنة وصلت إلى بلدية حوارة صباح هذا اليوم وبدأت بتقييم وحصل الأضرار التي تعرض لها الأهالي الفلسطينيين طبعا التعويل لاتخاذ خطوات فعلية ميدانية الممثل الأمريكي والوفد الأمريكي جاء للوقوف على حجم هذه الكارثة التي لحقت ببلدة حوارة أو الأمس ولكن ما المطلوب منه؟ ما الذي سيفعله؟ هل سيفعل تقرير الولايات المتحدة التي هي نفسها لم تفعل أي شيء سوى تنديد؟ كي نفهم سياق ما حدث يعني نتذكر اجتماع العقبة أول أمس والقمة التي عقدت هناك هذه فعليا خطوات ميدانية لحماية هذا الاتفاق ومخرجات هذا الاتفاق بضرورة خفض التصعيد والاتفاق على النقاط التي توافقت عليها كافة الأطراف الفلسطينية الأمريكية الإسرائيلية ميدانيا سيما وأن سلسلة من بيانات الإدانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروب الذي أعرب عن قلقه إذا تصاعد وطيرة العنف صباح هذا اليوم وبالتالي سلسلة الإدانات هذه دفعت للنزول ميدانا هنا إلى بلدة حوارة لمحاولة خفض هذا التصعيد الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي واستباقا لوصول الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمر والوفد المرافق له قام بفتح كافة الحواجز لا إعقاد تذكر لا تواجد للمستوطنين اليوم تتنفس وتحديدا الطريق العام ببلدة حوارة إن كان بالإمكان للزميل شادي هذه الصور الآن المركبات الفلسطينية تسير على الشارع منذ 48 ساعة هذا الطريق أغلق بشكل كامل أمام حركة المركبات الفلسطينية فقط اختصر الدخول وعبور الطريق للمستوطنين كانت استفزازات متكررة خلال اللحظات والساعات الماضية ولربما مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس ينضم إليه في هذه اللحظات للوقوف على التفاصيل هذه الزيارة سيد غسان إن كان بالإمكان فقط قليلا الآن ليس بعد من المفترض أن يخرج في هذه اللحظات لربما السيد المبعوث والممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية في هذه اللحظات يصل هنا مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس غسان دغلس أمين سير حركة فتح كمال عودة وعدد من أهالي البلدة لنقل الشهادات الحقيقية حول ما حدث لهذا اليوم الآن فعليا يصل السيد هادي عمر ممثل الأمريكي الخاص للشؤون الأمريكية في هذه اللحظات هذه صور نرصدها عبر كاميرا الغد لوصول الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية بعد لقائه بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير إحسان الشيخ هنا إلى بلدة حوارة اشتركوا في القناة